بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شيع السوداني تستمر وزارة التجارة باستكمال تجهيز مواد السلة الغدائية من مناشئ عالمية رصينة وسط إشادات من المواطنين والوكلاء بجودة المفردات الغدائية كما ونوعا نعم ووجه سوداني وزارة التجارة بالمتابعة المستمرة لمفردات السلة الغدائية وإخضاعها للفحص المختبري قبل وبعد التعاقد مع المناشئ العالمية رصينة مشددا على ضرورة الاستمرار برفض الخزين الستراتيجي لمواد السلة الغدائية وتوزيعها في أوقاتها المحددة على مدار العام لتكون سلة متكاملة التزاما بتنفيذ بنود البرنامج الحكومي طبعا شفنا كوزيادة بتجهيز مواد البطاقة التومينية وهذا أمر جيد على الأقل أنه يقلل من المواطن بسيط يعني أكو تعب عليه يروحي للسوق ويشتري وأصلا كان دوره هو ساعد فالمواطن يريد أن يشتري مواد رح يوجه صعوبة خصوصا بارتفاع الأسعار الحكومة المركزية عندما تعالج مفردات البطاقة التومينية هذا شيء جيد يعني من نلاحظ أنه اليوم الفقير أو المواطن بصورة عامة يستلم مفردات تتكون من 7 أو 8 أشياء من المواد الغذائية ومعجون الطماطم وغيرها صراحة هو شيء جيد وأتمنى أنه الحكومة تستمر بخطأ ثابتة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن شفنا توزيع البطاقة التومينية على المواطن وخصوصا كانت متكاملة من بيض من معجون طماطم إلى آخره يعني هذا الشيء جدا إيجابي ودفع المواطن عدم اللجوء إلى الأسواق بسبب غلاء الأسعار ونحن نعرف المواطن أكثر المواطنين هو الدخل محدود فهذا الشيء نشوفه جدا إيجابي بخصوص السلة الغذائية من قبل الحكومة صراحة خطوة مباركة من وزارة التجارة لأنه دعمت الطبقة الفقيرة هذا مشروع جدا إيجابي وندعم الفقراء وهكذا أعمل لأن الأسواق التجارية جدا غالية حاليا فخفت على كهن المواطن الطبقة الفقيرة ترجمة نانسي قنقر